وإنا لقوم لا تكل سيوفنا من الضرب في أعناق سوق الكتائب سيوف دخرناها لقتل عدونا وإعزاز دين الله من كل خائب قتلنا بها كل البطارق عنوة جلاء لأهل الكفر من كل جانب إلى أن ملكنا الشام قهرا وغلظة وصلنا على أعدائنا بالقواضب أنا خالد المقدام ليث عشيرتي إذا همهمت أسد الوغة في المغار فتح بيت المقدس فتح بيت المقدس في البداية لا تنسوا الإعجاب بالمقطع والاشتراك في القناة لمساعدتنا في نشر المزيد إن شاء الله بعد معركة اليرموك الخالدة صار الروموك الأرذال في الشام فأصبحت حصونهم تتهاوى وجيوشهم تفتت وحين وصلت الأخبار إلى أنطاكيا معقل هيرقل هرب من الشام مسرعا لا يلوي على شيء وأثناء عبره حدود الشام لوى عنقه ونظر إليها وقال وداعا يا سوريا وداعا لا لقاء بعده وعلى الجانب الآخر كان المسلمون يجتمعون في الجابية لتقييم الوضع العسكري الجديد فاقترح سيف الله على أبي عبيدة بعدم التوغل في شمال الشام قبل الانتهاء من فتح جميع مدن الجنوب والوسط فكان ما زال في يد الروم مدنتين قيسرية وبيت المقدس وكان رأي سيف الله التوجه إلى بيت المقدس وقيسرية وبعد ذلك التوجه إلى الشمال فأعجب أبو عبيدة بهذا الرأي وأرسل إلى عمر بن الخطاب يستشيره فأشار عمر بنفس ما أشار به خالد وأمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس فتقدم جيش الإسلام ناحية بيت المقدس وكان سيف الله على فرقته الخاصة في المقدمة فنزلوا قرب حصن بيت المقدس وضربوا عليه الحصار استمر حصار بيت المقدس لأكثر من أربعة أشهر دون انقطاع وكان حصارا شديدا على الطرفين فأدرك بيت ريارك بيت المقدس أن الخناق يضيق عليهم وعلى الفور بعث إلى أنطاكيا يطلب المدد والعون ولكن لم يأته أي رد من أنطاكيا وبعد فترة جاءته الأخبار أن هراقل قد فر من أنطاكيا بلا رجعة إلى الأناظول وترك الشام للمسلمين فيأس بيت ريارك القدس من المقاومة وعلم أن لا مخرج له سوى الاستسلام للمسلمين وإلا فسيدخل المسلمون بيت المقدس عنوى وينزل بهم حد الحرابة حينها بعث البيت ريارك إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره باستسلامه مقابل الجزية لكنه أخبره أن في كتابهم يفتح بيت المقدس رجل طويل عريض أجل الجبهة ثيابه مرقع فقال أبو عبيدة سبحان الله هذه أوصاف فاروق الأمة فقال البيت ريارك إذن لن أسلم المدينة إلا له وعلى الفور أرسل أبو عبيدة إلى الفاروق يخبره بالأمر فتحرك عمر من المدينة إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس واجتمع كل قادة الجيش الإسلامي في الشام لاستقبال عمر بن الخطاب في الجابية ثم تحركوا جميعا إلى بيت المقدس فأتوا على مخاضة وكان الفاروق على ناقته فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمم ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمم ناقتك وتخوض بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر أوه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لنكلت به يا أبا عبيدة وكلمة أوه عند العرب للشكاية والتوجع ثم أعطاه عمر قاعدة ذهبية وقال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغيره أذلنا الله وحين وفد الفاروق على بيت المقدس أمن النصارى على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم ولم يأخذ منهم شيئا سوى الجزية المتفق عليها ومن شدة تسامح الفاروق والمسلمين مع أهل بيت المقدس دخل معظمهم في الإسلام طواعية فكانت سماحة المسلمين وعدلهم أقوى من أي سيف فلم يبقى في جنوب ووسط الشام سوى مدينة قيسرية فأمر خالد بن الوليد يزيد بن أبي سفيان بالتوجه وحصار مدينة قيسرية ثم توجه سيف الله وأبو عبيدة في سبعة عشر ألف مقاتل إلى شمال الشام وبدأ الاجتياح الكامل لشمال الشام وبعد أن تمت السيطرة على جنوب ووسط الشام ووصل المسلمون إلى مدينة حمص فرتبوا أمورهم وتزودوا منها وكانت آخر خطر فاعل للمسلمين وما بعد حمص فكان لا يزال ملكا للروم وعلى الفور توجه المسلمون إلى مدينة قيسرين فأرسل سيف الله فرسانه لاستكشاف الأرض وأدرك أن الطريق المؤدي إلى قيسرين تتوسطه مدينة الحضيرة وكانت مدينة حصينة بها حماية قوية يجب إسقاطها لتسقط الحماية عن قيسرين فتحرك سيف الله مسرعا بقواته إلى الحضيرة لكن حاكم قيسرين كان متواجدا حينها في الحضيرة ويدعى ميناسا وهو من أحد أبرع قادة الروم فخرج بجيشه لمواجهة جيش سيف الله لكن تفاجأ الروم من هول ما عينوا فإذا بقائد المسلمين خالد بن الوليد أمامهما وكانوا يعلمون ما فعله سيف الله بجيش الروم من قبل فعندما رأوه في مقدمة الصفوف بدأوا في الهروب فأدرك خالد أنها لحظة كسار الروم فأمر فرسانه بالهجوم الكامل عليهم وهجم هو بنفسه على منتصف الجيش وتمكن سيف الله من الوصول إلى حرس ميناس الشخصي وتمكن من قتلهم جميعا ثم تقدم إلى ميناس فضرب عنقه وأرداه صريعا وحين رأى الروم قائدهم صريعا تحت حوافر فرس سيف الله المسلول بدأوا في هروب عشوائي كبير فتبعتهم فرسان المسلمين وأبادوهم عن بكرتهم ففتح سيف الله مدينة الحضير ثم تقدم مسرعا إلى قنسرين فحين رأى سكانها سيف الله على رأس الجيش وكان قد وصلهم أنه أباد حاميتهم وقتل قائدهم على الفور سلموا المدينة طوعية دون قتال وقد فعل سيف الله هذا قبل أن يصل الجيش الرئيسي بقيادة أبي عبيدة بن الجراح فقد فتح الحضير وقنسرين بأربعة آلاف فارس وحين وصل الخبر إلى الفاروق عمر أدرك براعة سيف الله فقال مقولته الشهيرة رحم الله أبا بكر فقد كان أعلم مني بالرجال فنعم الرجال خالد بن الوليد وبعد أن نظم سيف الله أمور قنسرين أعد العدة وتشاور مع أبي عبيدة فأشار سيف الله بسرعة التوجه إلى أنطاكيا عاصمة الروم في الشام فقد كان بها جيشا كاملا بالأضافة إلى حمايتها التي تقدر بعشرات الآلاف وحين علم الروم بتوجه المسلمين إليهم قرروا عدم انتظار وصولهم إلى أسوار المدينة والخروج لقتالهم عند جسر حددي على النهر على بعد بضعة أميال من المدينة ليمنعوهم من عبور ذلك الجسر وحين وصل المسلمون إلى الجسر تقابلوا مع الروم في معركة حامية الوطيس ولم تذكر المصادر تفاصيل هذه المعركة لكن معظم المؤرخين أكدوا على مدى قواتها وأنها كانت حامية الوطيس فوصفها ابن أياس في كتابه أنها كانت نكبة على الروم فقد خسروا فيها عددا عظيما من الجنود هو الأكبر بعد خسارة اليارموك وأجنادين بعد هزيمة هذا الجمع العظيم عند الجسر توجه سيف الله وأبو عبيدة وحاصر أنطاكيا عدة أسابيع حتى استسلمت حاميتها ودخلها المسلمون فاتحين ولم يبقى في الشام بعد ذلك في يد الروم سوى المدن الساحلية مثل اللاذقية وترطوس وقيسارية التي كان يحاصرها يسيد فتقدم سيف الله وفتح كل المدن الساحلية لكن قيسارية كانت محصنة بشكل كبير فاستمر حصارها ثلاث سنوات إلى أن فتحها معاوية بن أبي سفيانة في التاسع عشر من الهجرة بعد ذلك بدأ أبو عبيدة في تنظيم أمور الشام فأمر عمر بن العاص على جنوب الشام وشرح بيل على وسطها ويزيد على الأردن وجعل قاعدة المسلمين في حمص وحكمها هو بنفسه أما شمال الشام فوضعه بالكامل تحت قيادة سيف الله لأن هذا هو خط الجبهة معروم وهو خط الدفاع الأول للمسلمين فلو قام الروم بهجوم مضاد من الأناضول سيكون أول من يرتطمون به هو خالد بن الوليد لذلك وضع سيف الله في شمال الشام ليمشط المنطقة من فلول الروم ويتصدى لأي هجوم محتمل من البيزنطيين فاستقر سيف الله في مدينة قنسرين بضعة أشهر بعدها تحرك لفتح مدينة مرعش وكانت آخر مدينة على حدود الشام وأول نقطة على حدود الأناضول فبذلك كان خالد بن الوليد هو أول قائد مسلم يخطو بفرسه في الأناضول فحاصر سيف الله مع فرقته الخاصة مدينة مرعش ففتحها الله عليه في فترة قصيرة وكانت مرعش مدينة غنية بشكل لا يوصف فغنيم منها المسلمون غنائم عظيمة لم يروا مثلها في حياتهم قط وكما هو معلومة أن أربعة أخماس الغنائم تذهب إلى الجيش والخمس يذهب إلى عامة المسلمين فغنيم أربعة آلاف فارس وهم فرقة خالد بن الوليد الخاصة غنيموا غنيمة جعلتهم جميعا أغنياء حتى آخر حياتهم ووفد شيخ قبيلة كنده إلى قنسرين وكان يدعى الأشعث ابن قيس ليهنئ خالد بن الوليد بفتح مرعش فمدح الأشعث سيف الله بقصيدة جميلة فأعجب بها خالد وأجازه بعشرة آلاف درهم من ماله الخاص وكانت هدية لم يسمع العرب مثيلا لها لكن حين وصل الخبر إلى الفاروق عمر غضب غضبا كثيرا وقال إن كانت هذه الإجازة من غناء مرعش فهي خيانة وإن كانت من ماله الخاص فهذا تبذير لكن ما يعتبره البعض تبذيرا كان خالد بن الوليد يعتبره جودا وكرما فهو السيد بن السيد واعتاد على ذلك فكان سيف الله كثير العطاء لجنوده حتى أصبح الجنود يتهفتون ليكونوا تحت قيادته لأن كل الجنود تحت قيادته يصبحون أغنياء فبعث الفاروق عمر رسالة إلى أبي عبيدة وأمره فيها أن يحاكم خالد وينزع عنه عمامته ونزع العمامة معناه العزل وكان حامل هذه الرسالة هو بلال بن رباح وقد أمر عمر أن يحاكم خالد أمام أبي عبيدة أو بلال بن رباح فاستحى أبو عبيدة أن يحاكم صاحب الفتوح وخير قائد عرفه المسلمون واترك أمر المحاكمة إلى بلال بن رباح وحين جاء سيف الله من قنسرين ووجد بلال بن رباح في انتظاره وقد أمره عمر أن يحاكم خالد على رؤوس الأشهاد لأن هذه أموال المسلمين ويجب أن يعلم الجميع أن لا مساس لأموال المسلمين ومن يمسها فقد جنى على نفسه فسأله بلال بصوت جهوري أمام عامة الناس هل أجزت الأشعث من مالك يا خالد أم من غنائم مرعش فصمت خالد بن الوليد ولم يرد فقام بلال بن رباح ونزع عنه عمامته ثم أعاد عليه السؤال هل أجزت الأشعث بعشرة آلاف من مالك يا خالد أم من غنائم مرعش فقال خالد والحزن يفتك بقلبه بلى من مالي يا بلال والله ما أمس مال المسلمين إلا بحق فأعاد بلال إلى خالد عمامته ثم قبل رأسه وقال نسمع ونطيع لولاتنا ونكبر موالينا ويقصد بموالينا خالد بن الوليد لأنه كان عبدا قبل الإسلام وكان خالد أحد أسياده فاغتم سيف الله كثيرا ولم يتكلم ثم ركب فرسه وعاد إلى قنسرين والحزن يمتلك فؤاده وكان عمر بن الخطاب قد أمر بعزل خالد في كل الحالتين لكن أبا عبيدة استحى أن يعزل قائد الجيش وساعده الأيمن ولما علم عمر بن الخطاب بالخطب بعث بنفسه إلى خالد وأخبره أن يحضر إلى المدينة فلما وصلته رسالة عمر راكب فرسه وانطلق إلى حمص فدخل على أبي عبيدة وسأله عن الأمر فقال أبو عبيدة إن الفاروق قد عزلك لكن استحييت أن أخبرك يا خالد فقال سيف الله لما لم تخبرني رحمك الله فرد أبو عبيدة كيف أخبر قائد الفتوح وسيف الله المسلول أنه قد عزل فقبل خالد بن الوليد رأسه وسلم إليه مدينة قنسرين وقد كان يوما حزينا للغاية على فرقة فرسان المسلمين عندما علموا بعزل سيف الله المسلول فهؤلاء الفرسان لم يعرفوا طعم الهزيمة تحت قيادته وكان التعاطف شديدا جدا مع خالد وذكر أحد المؤرخين مقولة لكن لم يجمع عليها سائر المؤرخين فقال إن القلاق لو الفتن بدأت تدب بين جند خالد فعنافهم سيف الله وقال لهم أطيعوا ولاة أمركم فهم والله خير مني فنفذ خالد أمر خليفة المسلمين واتجه إلى المدينة وحين علم عمر بن الخطاب بقدوم خالد بن الوليد خرج ليستقبله على أبواب المدينة وكان سيف الله راكبا فرسه وعمر على قدميها فعندما رأه خالد نزل عن فرسه احتراما له فأقبل عليه عمر بن الخطاب وعانقه ثم أنشد عمر أبيات شعر في مدح سيف الله فقال له خالد رحمك الله يا خليفة المسلمين لكنك في أمري غير مجبر أي لم تجبرني في أمري فقال عمر إن الله هو الصانع يا خالد فوالله ما ظلمتك طرف أنم له فمن أين لك بكل هذا الغناء يا خالد فرد خالد إنها حصتي من الغنائم يا أمير المؤمنين وما زاد عن ستين ألف درهم فإني أتركه لله ورسوله وللمسلمين فأرسل عمر الأمال يحصون أموال خالد فوجدوها ثمانين ألف درهم فرد خالد عشرين ألف درهم إلى بيت المال فقال عمر بن الخطاب يا خالد ما أنا إلا تاجر للمسلمين وإنك والله لكريم ولكن هذه أمانة ولن تعاتبني بعد اليوم ثم أكرمه عمر وأحسن ضيافته وقبل أن يتحرك خالد عائدا إلى الشام أرسل عمر الرسائل إلى ولاته في جميع الأمصار ليوضح لهم سبب عزل خالد بن الوليد فقال في الرسائل إني لم أعز الخالد عن صخط أو خيانة ولكن الناس قد افتتنوا به وخفت أن يوكلوا إليه ولكن والله ما من نصر إلا من عند الله وإن الله هو الصانع فرضي سيف الله بهذه الكلمات وقال للفاروق قد رضيت يا عمر وعاد سيف الله إلى قنسرين فباع كل ما يملكه فيها ثم استقر في حمص وكانت أحواله المادية ليست أفضل حالة فقد كان يوزع أمواله بسخاء شديد وكان عمر بن الخطاب يصرف له عطية سنوية قدرها ثلاثة آلف درهم لكن من شدة سخاء خالد لم تكن تكفيه وابتليا خالد بن الوليد في طاعون عمواس فمات عنه كل أهله ويقال إنه قد مات له أربعين ولدا وقد كان طاعون عمواس شديدا وقاتلا على كل الناس في الشام فقد استشهد به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وضرار بن الأزور ويزيد بن معاوية وشرح بيل بن حسنة وكل قادة الشام تقريبا ارتقوا في طاعون عمواس إلا عمر بن العاص الذي أنقذ الله به المسلمين من العدوى فقد رفعهم عمر إلى الجبال ليتفرقوا فتوقفت العدوى بين الناس واختفت طاعون حينها تفرغ خالد بن الوليد إلى العبادة فكان بالنهار يواسل فقراء بماله وبالليل يبيت بالمساجد ليقيم الليل وأصبح زاهدا في الدنيا وفي العام الحادي والعشرين من الهجرة مرضى خالد بن الوليد مرضا شديدا وأصبح على فراش الموت فجاء أحد أصحابه يعوده في مرضه فقال له سيف الله والحزن يمتلك فؤاده لقد شهدت كذا وكذا زحفا ولا يوجد في جسدي موضع شبر إلا به رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف فرد صاحبه وقال فأثلجت هذه الكلمات صدر خالد في أيامه الأخيرة وقال قبل أن يموت ليس أحب إلي في هذه الدنيا أكثر من ليلة شديدة الجليد في سرية مع المهاجرين والأنصار وأنا أنتظر الصبح ينبلج حتى أغير على الكفار وتوفى خالد بن الوليد في الثامنة والخمسين من عمره وترك وصية لعمر بن الخطاب ولم يكن يملك عند وفاته سوى فرس وغلام يختمه وبيت في حمص فكانت وصيته أن يتبرع بهم جميعا إلى بيت مال المسلمين فرحم الله أفضل قائد عسكري عرفه التاريخ رحم الله فاتح كاظمة والحيرة ودومة الجندل وفاتح دمشق وقنسرين ومرعش والعشرات غيرها من المدن ورحم الله صاحب النصر في الولجة واليرموك وأجنادين والفراض وواحد وأربعين معركة غيرهم كان فيهم هو القائد ونصره الله في جميعهم فرحم الله أعظم مخطط عسكري واستراتيجي في تاريخ البشرية رضي الله عن الصحابي الجليل أبي سليمان سيف الله المسلول خالد بن الوليد قاهر الفرس والروم والمرتدين وكل من على شاكلتهم إلى يوم الدين وعلى جميع الفاتحين معه ومن بعده إلى يوم الدين اللهم آمين فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون لإصال الدين لنا بكل سهولة ولك أن تتخيل كم بذلنا لنوصل لك التاريخ بشكل أيسر فلا تنسى أن تساهم معنا بالإعجاب والمشاركة والاشتراك وتفعيل الجرس لتتابع حلقات البشم والرخ ونراكم في فتح جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة